علاقة اثيوبيا بالدول الجارة والدول القريبة شابها توتر وخلافات وحروب على مدى عقود تاريخ اثيوبيا مع ايرتريا كان دمويا خاصة وأن الأخيرة كانت جزءا من اثيوبيا إلى حين انفصالها في حرب الاستقلال عام 1993 كما خاض البلدان حربا أخرى عام 98 من القرن الماضي وفي عام 2018 حاول رئيس الوزراء الاثيوبي ابي احمد تخفيف التوتر بتوقيع اتفاق سلام مع الرئيس الارتريا نال على اثره جائزة نوبل للسلام إلى الجار الشرقي الصومال الذي تعود نزاعاته مع اثيوبيا إلى عشرات السنين وتمحورت غالبا حول اقليم اوغادين الاثيوبي الذي يتحدث سكانه اللغة الصومالية خاض البلدان حربين للسيطرة على الاقليم الأولى امتدت بين عامي 1964 و 1967 وانتهت بوقف اطلاق النار بعد عشر سنوات على نهاية الحرب الأولى توجهت القوات الصومالية لاثيوبيا في محاولة لانتزاع اوغادين بالقوة وتمكنت من احتلال 90% من أراضي الاقليم الاثيوبية لكن تدخل الامريكي على خط الصراع رجح الكفة الاثيوبية وهو ما اجبر الرئيس الصومالي على وقف القتال عام 1978 وفي عام 2018 وقع رئيس الوزراء الاثيوبي اتفاقا مع الصومال للتنسيق الامنية والتعاون الاقتصادية داخليا في اثيوبيا جمعت المعارك في اقليم تيجراي قوات صومالية واريترية على اراضي الاقليم بحسب تقرير اممية ووصلت تأثيرات النزاع الى السودان عبر عشرات الاف اللاجئين اضافة لحدوث مناوشات متقطعة بين قوات البلدين على مناطق حدودية متنازع عليها واخيرا الى مشروع سد النهض الاثيوبي المشيد على احد روافد النيل وشكل نقطة توتر بين مصر واثيوبيا القاهرة تعتبر ان تحويل المياه لملء السد سيؤدي الى تقليص امداداتها من مياه النيل ما يشكل تهديدا وجوديا لمصر فيما تقول اثيوبيا ان المشروع سيوفر الطاقة الكهربائية للملايين من مواطنها وستفشل جولات متعددة من المفاوضات بين اثيوبيا ومصر والسودان في تحقيق اي تقدم